بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع بطرياركي كنيسة المشرق الأشهرية في العراق والعالم مار آوى الثالث مسألة الحفاظ على أملاك المسيحيين العراقيين جاء ذلك خلال استقبال الكاظمي لغبطته بمناسبة تنصيبه رئيسا لذات الكنيسة وقد عبر الكاظمي عن اعتزاز العراقي بكافة المسيحيين الذين يمتد وجودهم في أرض الرافدين إلى عمق التاريخ وأشار إلى أن الأجهزة الحكومية ماضية في بذل كل الجهود من أجل حفظ أملاك المسيحيين العراقيين وحقوقهم القانونية سواء تواجدوا في بلدهم العراق أم في المهجر من جانبه عبر غبطة البطريارك مار الثالث عن شكره للحكومة العراقية وجهودها المبذولة من أجل تعزيز السلام والطمأنينة والتعايش السلمي تحت مظلة المحبة والتآخي